بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله شابتر سيكس هنكمله اليوم وهناخد بارت فور اللي هو مثال على الروتيشنال فاليار سيرفز اللي احنا تحدثنا عنه في بارت ثري المثال بيقول لي ايه فور زا سلوب شون ان ذا فيجر بترمين زا سيفتي فاكتور اجنست سلايدي اون سيركلار سيرفز مديني ميل هنا ارتفاعه عشرة متر ومديني الميل بتاعه واحد الى واحد خمسة وسبعين من مية ومديني الوزن بتاعه على بعد خمسة واثنين من عشرة من المركز ومديني تحديد المركز عن طريق زاويتين بيسموها البيتا اي والبيتا بي تلاتين وستة وتلاتين وعايز الفاكتور اوف سيفتي مطلوب منك تجيب الفاكتور اوف سيفتي فاول خطوة هنتكلم عليها ان انت لازم ترسم الاسلوب بتاعك ازاي هنرسم خط كده ونبتدي ناخد ميل واحد الى واحد خمسة وسبعين زي ما هو مدهوني هنا هوت همشي مسافة واحد خمسة وسبعين وهطلع مسافة واحد ورحو ااخد الميل بتاعه لحد ارتفاع كام عشرة متر اي بقدرت ارسم الميل بتاعه دي الخطوة الاول من ايه الخطوة التانية هنرسم شععين بزاوية بيتا اي وبيتا بي اللي هي جيفن موجودة عندنا في المسألة مسألة مدينة بيتا اي بثلاتين وبيتا بي بكام بستة وتلاتين يعني هاجي من هنا واطلع بخط كده بزاوية كام تلاتين وهطلع هنا بزاوية مقدارها كام ستة وتلاتين حددت هنا مين المركز بتاع الدايرة لو انا ركزت هنا draw slip circle and get الار طلع بكام بطمانتاشر يعني انت لو ركزت هنا ورسمت الدايرة ديت ورحت است المسافة ديت اللي هي الار هتطلع لك بطمانتاشر وسبع وربعين من مية متر خطوة الرابعة هتقسلي الزاوية اللي هي بتحوي هذا الارك اللي هي ثيتا ثيتا لما قستها في المسألة بتاعتنا لقيتنا طلعت بمية وواحد درجة زي ما انت شايف ليه بجيب ثيتا ديت عشان اطلع الارك دوت او طول الارك اللي هو الجزء من الدايرة دوت وبعدين نحسب الال دوت ونحسب الالارك او ممكن نقيسه يعني احنا ممكن نقيس الالارك الال ديت او الالارك لو عايز تحسبها او تقسها بالطريقة اللي جاية ديت يبقى انا رسمت عندي الرسم كاملة بالقياس لقيت المسافة دي 28 وقتام 59 دي الار بتاعتي دي المسافة من اول هنا لحد هنا كام 14 و 62 الار بتاعتي بكام 18 و 47 هنا السمتها زي ما انت شايف جزء هنا وجزء تاني وجزء تالت وكل واحدة مديني المسافات دي بالرسم رسمها بسكيل لكن لو عايز تعمل حسابات ممكن تجيب الال على طول بالقانون دوت ار في ساين ثيتا على ساين 90 نقص ثيتا يقدر يطلع لي الال زي ما احنا لسه ايسينها من شوية طلع لي 28 و كام و 59 من مية هنا بالحساب طلعت 28 و ايه ونص لو عايز احسب الال داش بتاعتي عبارة عن الار في جزر مين اتنين ناقص اتنين كوزاين ثيتا يعني الار بتاعتي او ممكن اقول ثيتا في اتنين باي ار على 360 في الار بتاعتي ودي ممكن احصل عليها ازاي بالعقل كده انا عندي دي تعتبر جزء من مين من دايرة الدايرة بتاعتي البريميتر بتاعها او المحيط الخاص بالدايرة اتنين باي ار بيقابل زاوية مركزية 360 لكن انت عايز الجزء ده بس الجزء ده اللي هي الزاوية بتاعته كام ثيتا فلو حطيت ثيتا هنا تقدر تطلع الارك بتاعي اللي انا حسبته هنا طلع ب 32 و كام و 56 من مية بعد كده عايزين نحسب الارية بتاعت الوج الارية بتاعت الوج هاجبها ازاي ارجع تاني كده للرسمة بتاعتك الارية بتاعت الوج اهيت شايفها عبارة عن ايه عبارة عن الكاب دوت وعبارة عن المسلس دوت هم دولة المساحة بتاعت الوج الارية بتاعت التريانجل والارية بتاعت الكاب اللي تاعتها طب الارية بتاعت التريانجل خلاص نص البيز في الايه في الهايت اجيب نص البيز في الهايت ازاي احنا عندنا البيز وعندي الهايت بتاع لو خدت الار يعني ممكن اقول ايه بدل ما اقول نص البيز في الهايت ده اللي هو بتاع الستريانجل لكننا بنتكلم على مين على الكاب عبارة عن نص في مين في ار سكوير في ثيتا في باي على 180 ناقص صاين مين ثيتا ده عبارة عن مساحة مين الكاب اللي قدامك دوته طيب لو انا ما عنديش القانون دوت ومش عايز احفظه ممكن نعمل ايه نعمل طريقة برضك سهلة مش صعبة نركز مع بعض ده الميل بتاعي ممكن تقول ان انا عندي دايرة المساحة بتاعتها باي ار سكوير الزاوية بتاعتها ادي ايه الزاوية بتاعتها 360 لكن انا جايب زاوية هنا اسمها سيتا لو حطيت هنا سيتا هتطلع زاوية ايه واحد اللي هي المساحة دي كلها هطرح منها حاجتين هطرح منها مساحة المسلس ده وهطرح منها مساحة المسلس ده وانا رسمه بسكيل يبقى جيبت مين مساحة الجزء ده على طول يعني عندي طريقتين يأم اجيب الارية بتاعت الريانجل والارية بتاعت الكاب بالطريقة ديت يأم اجيب الارية بتاعت القطاع الدائري دوت اللي هو بزاوية سيتا واطرح منه المسلسين يبقى جيبت الارية بتاعت الوج بتاعته يبقى انا طلعت الارية بتاعته ب ancient بعد كده عايزين نحسب مين الوزن الوزن عبارة عن وزن تريانجل زايد وزن مين الكاب فيه يعني كل المساحة كل المساحة ضربتها في مين في ايه في الكسافة بتاعة التربة فقدر اطلع الوزن بتاعها طيب عايزين نحسب الدي هو طبعا في المسألة ديت هو مديك مين الدي يعني مديك هنا الدي بكم خمسة واثنين من عشر لكن لو انت عايز تحسبها هتحسبها ازاي اقولك ببساطة الوج اللي انت عملته ده هنبتدي نرجع للستاتيكس اللي احنا درسناها قبل كده عندك في الكاب وعندك المسلس معروف المسلس ده بيبقى في التلت والايه والتلتين معروفة من زمان ديت ادي بتاعة المسلس يعني ده الدي بتاعة مين المشكلة في الدي بتاعة مين الكاب الدي بتاعة الكاب ممكن تجيبها عن طريق المسافة بتاعتها يعني عبارة عن اللي تكعيب على اتناشر في الاريا بتاعتها فتطلع لي باربعتاشر وكام بوينت سيكس ده الواي بار بتاعتها طيب هبتدي اقول بقى الوزن الكلي اللي هو الدي اللي انت جيبها كلها في ال ايه الدي معرفهاش بيساوي كلام ده هنا لازم نقول بيساوي بيساوي وزن مين المسلس في الواي بار بتاعتها زائد وزن مين الكاب بتاعي في مين في الواي بار بتاعتها تقول لي ده هو مدهاني 14 اقول له لا انا عايز الخمسة ويه 11 عشان انت اواخد الموم انت حاولين مين ادي السي جي بتاعها المسافة دي ات خمسة واربعتاشر جات منين انت عارف ان السي جي بتاعها اللي هو بكام اللي احنا طلعناه ده على بعض النقطة دي فنت اطرح منها المركز يجي ديني المسافة اللي هي الخمسة واربعتاشر يبقى في الحالة دي اقدر اجيب مين هقدر اجيب الدي تطلع لي بخمسة واثنين من عشرة هو مدهاني في المسألة خمسة برضك واثنين من عشرة تقريبا يبقى لو عايز اجيب الفاكتور في سيفتي يبقى الام ريزيسنس على الام اوفر يعني السي في الال ارك في الار عندي السي وعندي مين الال ارك ودي الار على الدابليو في مين في الدي يبقى اقدر اطلع الفاكتور في سيفتي الخاص بالمسألة بس نخلي بالنا من هنا من حاجة ان هنا لازم يديني الخواص بتاعة السويل اللي اقدر احل بيها المسألة يعني لازم يديني السي طبعا الفاي هنا بكام مفروض ان هي بصف ولازم يديني الكسافة بتاعة السويل كده طالما جبت الفاكتور في سيفتي يبقى انت نهية المسألة طبعا هنا طالع بوينت تو يعني يعتبر ماله ان سيف ده على اساس ان الكسافة بتاعته كانت قوية شوية ساعتاشر مفروض ديك كيلو نيوتن ففي الحالة ديت والسي بتاعته ضعيفة جدا بسبعة فعشان كده طلع لي انسيف بالشكل اللي انت شايفه ده اول شكرا 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 شكرا